في الآونة الأخيرة حتى يعني المهاجم جو استدعى بعد إصابة دامياو يعني والأرض والجمهور والمدينة مدينة نادي جريميو نادي الكبير في البرازيل والبرازيل في حالة هجوم بالقرى دول 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 البرازيل البرازيل في فورتو أليغرا تسجل الهدف الأول بواسطة أوسكار هكذا يرغب المشجع والمشجع البرازيلية والجماهير البرازيلية هكذا ترغب أن تلعب البرازيل تتناقل الكرى تصل إلى المرمى شوف ناحب معي فك الكرى هنا والانطلاق من فريد هنا فريد ينطلق ويحولها صح خلاص الكرى صح استقبال صح وحطها صح كل شيء صح في اللقطة السابقة الفك الكرى صح التسليم صح الاستلام صح وحطها صح أوسكار وسجل للبرازيل الهدف الأول في المباراة لكن جاتك المرتدة خطيرة 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 وحلوة يمكن الثاني يمكن الثاني والله ما عجبني ما خلاص نشوف نشوف يمكن يمكن تاتي وعادة بول بول لبرازيل تأخر فيها لاعب المنتخب البرازيلي ولكن بعد ذلك أيضاً أتت المتابعة من هرنان نيز اللاعب البديل اللاعب اللي اشترك قبل قليل بل هي اللقطة شوف أنا فيه لقطة مع جناتني لأن المرتدة حلواتها في سرعتها هي تأخرت فيها وعقد القرى نوعاً ما لكن لحظت مركض هرنان نيز فيه اللقطة السابقة واللعبة حلوة حلوة كانت بالأخير نعم تأخرت المرتدة ولكن أعتقد كانت في صالح اللعبة في نفس الوقت اللي أعتقد أن نيمر نقل الكرة لمسة جميلة من نيمر إلى هرنان نيز وبالتالي البرازيل تتقدم بالهدف الثاني نيمر يصنع الهدف الثاني وهرنان نيز يسجل هدفه حتى وقت غافي وبعده ممكن وقت الضائع فهني المعلق يتبهدل مارسيلو ينطلق مارسيلو يتقدم مارسيلو يقول تجوم ضرب الجزاء ها ها احتسابها يقول حكم المباراة مارسيلو مارسيلو يتقدم وللبرازيل ضرب الجزاء فرصة شب 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 العرقلة أمامك واقحة وصريحة العين ترى وحكم المباراة يرى اللقطة أمامك و اللعبي المنتخب البرازيلي يشاهدون الآن أن فريقهم عنده فرصة لتسجيل الهدف الثاني لوكاس مورا لاعب شاب بطل مع فرنسا بريسان جمع من سن العشرين سنة في ملعب المباراة أرينا دو جريميو يأتي الهدف الثالث يبغون البرازيليين فيهم فيهم حر البرازيليين يبغون الثالث شاكله بيسجل ولله عنده ثقة ما أدري لوكاس مورا يسجل حطها ولله بول يسعد البرازيليين كل البرازيل سعين الثالث للبرازيل لوكاس مورا يسجل الهدف الثالث هني يستانسون عدل هني يفرحون عدل هني لأن بعد التعادلات وبعد التصنيف المتأخر وبعد الأداء الغير مقنع يأتي هذا الشوق أعتقد أنه الشوق الأفضل للبرازيليين في المباريات الأخيرة وبالتالي الآن هذا الفوز الذي يكون البرازيليين